وفي إطار الترحيب الدولي تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برقية تتهنئة من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آلين هيان وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء قدم آلين هيان في البرقية التهاني والتبريكات إلى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة وإن لها ثقة مجلس النواب متمني للعراق وشعبه الخير والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات بين البلدين الشقيقين